اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيم الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي الدكتور روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهلة الحظر الشامل للتجارب النووية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين المشاركة في منتدى حوار المنامة وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي والجهود التي تبدلها المنظمة للتحقق من وفاء الدول بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف غير الحائزة لأسلحة نووية بموجب معاهدة عدم الانتشار بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر